قال رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي أن العفو العام السابق أخلى صبيل الفاسدين ولم ينصف الأبرياء مبينا أن هناك سجونا سرية يقبع فيها المغيبون عدم شرع قانون العفو العام ما هو قانون العفو العام لما سمي عفو عام إذا صارت بيه فقرة استثناء ما يسمى عفو عام فقانون العفو العام صار لإخراج الناس الفاسدين السارقين إلا الناس الأبرياء التي هي موجودة وطلبنا هذا الأمر فماك حل إذا ما كان هناك عفو عام حقيقي وهناك مغيبين هؤلاء المغيبين أمانة الله على الحكومة إثباتها الحكومة أنا ما أقول لك لأن البرلمان كل تعرف حقيقة هذه الأمر البرلمان جهة ممكن أنه تقتحم لأنه القوة الموجودة لدى الحكومة كل القوات الموجودة لدى الحكومة البرلمان ما ممكن أن يحلق جندي ولكن قائد العام من القوات المسلحة هؤلاء أمانة عليهم يا أما هم ميتين يا أما هم موجودين